عن النجوم وعن المكاسب حدث ولا حرج يعني البطولة دي واحد طبعا شاهدت ميلاد نجوم جديدة شاهدت عودة وتقلق نجوم كبيرة لكن خليني أخص بالذكر الحقيقة رامي ربيعة واحد نجم من نجوم النادي الأهلي ونجم من نجوم الكرة المصرية واحد من أهم أبناء جيله بالأرقام رقم البطولة الـ 12 للنادي الأهلي يحسب في تاريخ رامي ربيعة على أن البطولة رقم 6 ويدخل بالرقم ده لنادي العظماء بكلمكم على لعب بكلمكم على لعب مش على نادي لعب عدد بطولاته تتخطى عدد بطولات دوري أبطال إفريقيا تتخطى كل أندية القرى اللقب رقم 6 لم يستطيع أن يحققه أي نادي على مستوى قرية إفريقيا آخرهم وآربهم مازمبي منذ تقريبا 9 سنوات لم يحقق لقب دوري الأبطال وتوقف عند الرقم 5 والزمالك المصري أيضا برسيد 5 ألقاب أعتقد من أكتر من 20 سنة يمكن لم يتوج أو 22 سنة كمان لم يتوج الزمالك بلقب دوري الأبطال واكتفى برسيد 5 فرامي ربيعة واحد من نجوم النادي الأهلي اللي حفروا اسمهم بحروف من دهة بالحقيقة في تاريخ الكرة المصرية وفي تاريخ النادي الأهلي 6 ألقاب دوري الأبطال وأعتقد أنه حظوظه كبيرة جدا في الانفراد بالرقم 7 بإذن الله إن شاء الله لو توجي الأهلي بال13 يا أهلي اللي بتادي تسمحها من الناس في الشارع عمبارح من بعد انتهاء المباراة الناس بتتكلم في ال13 ولو استطاع الجيل ده أن يحقق لقب 13 هو طبعا الجيل ده في حتة تانية الجيل ده يحسب لي أنه خاض مطشط كتير جدا صعبة بدون الظاهير الأول بدون جماهير النادي الأهلي الجيل ده تحمل من الانتقادات والتشكيك ومنهم رامي رامي ربيعة نفسه اللي تقال في وقت من الأوقات أنه أول الرحلين عن النادي الأهلي واللي تقال في وقت من الأوقات أنه الأهلي اتفق مع أندي كتير جدا مش هذكر أسماء على أنه رامي ربيعة ينتقل لها رامي كان واحد من أهم نجوم النادي الأهلي في البطولة دي كلهم نجوم